جميزة عمل حاجة مختلفة وانتوا هنا بتحللوها وبتابعكم مختلفة جدا عن اي مدرب كان شغال في نادي الزمالك قبل كده ايه هي؟ نادي الزمالك دلوقتي بقت عنده استراتيجية ان هو بيعرف يحصل على الكورة بعد ما بيفقدها بخمس ثواني بثلاث ثواني ودي نقطة ما كانتش موجودة في نادي الزمالك خلص كان نادي الزمالك عادي جدا ان الامور تبقى سهلا ان حد يوصل لنص ملعبك بسهولة جدا انما جوزيف بيعمل ضغط بعد ما الكورة بيفقدها بثلاث اربع لعيبة في وقت واحد ان الكورة تتجمع عنده ويجيبها تاني ودي حصلت في الفترة اللي كان في كل في الثلاث ماتشات بتوعه اللي لعبهم بشكل قوي جدا واضحة سهلا اقصوا حاجة واحدة بس هي جوزيف ماتش الداخلية جوزيف جميز ماتش الداخلية غير ماتش الإسماعيلي ماتش الإسماعيلي كان ماتش قبل مفتوح من الفرقتين اه فيه تقفيل مساحات دس مش بالشكل بتاع الداخلية كان عنده عيب واحد ان هو معرفش يستغل الجمبين وده اللي انا كنت بطالبه بيه في الماتش ده لاني النادي الداخلية عامل استطارة من تمن لعيبة باستثناء الجمبين وبيرحل لما تكون الكورة نحية الشمال بيرحل نحية الشمال وبيرحل نحية اليمين لما كان مهم جدا جدا اني خلي يعمل الملعب ستريتش لما تلعب فرقة قفلة عليك قوي بتلعب التمنتشر تعمل ستريتش الملعب عشان تتزود سواء من نحية اليمين او من نحية الشمال لعيب يبقى فاضي عشان الكورة العكسية اللي جي منها الجمب بتاع عمر جابر هايل هتقولنا جماعة جمب بتاع عمر جابر في مبارات الداخلية هلنقيه موجودة عندنا ان شاء الله عشان كمانا هيسألك على حاجة مهمة جدا وانا عاجبني كلامك على جوزي جوميز عشان اتفق معاك فيه جدا وانا قلت هنا حتى في مدربين انت فيش تعاف تقايمهم من اول 3-4 مطشاة انا تنفاش تقول علي مدرب عظيم ولا مدرب سيء بس في مدرب يديك امارات الامارات دي بتبقى ايه ببساطة انه مدرب حفظ بقى فيه نمط لعب بقيت وانت بتتفرج عارف تحلل يعني مثلا لا ساعة اوسريو انت مش فاهم اللي بيحصل في الملعب قلتلك ده بيعمل بان هنا في الكورس ده قلتلك ده بيعمل لغارات مات او خزعبليات في الكورة انا مش فاهمها على اوسريو مش فاهم مين بيلعب فين وبيعمل ايه ايوه وبيطير حاجة معاينة بيلعب 6 مهاجمين و 4 مدافعين واسم الملعب نص سن يتقال على المدرب دايما يقول لك المدرب ده عنده نمط عنده افكار في حاجات واضحة يعني الكورة اللي جي منها الجون للأسف مش هيبقى معاينة الجون بتاع عمر جابر السحبة بتاعت وازيزه للمدافع وان عمر جابر فيه تفاصيل وخد بالك بتتعامل في التمرين وجابوا لقطة في التمرين بنفسك الشكل لا او في المباراة دي نفسها اتعاملتها تربع مرات اهو ده بالمناسبة وفكرة النمط ده يعني هو ممكن مثلا اللعيبة توفق فيها وما توفقش بس علال انت كمحلل او متابع انت شايف ان المدرب اشتغل واللعيبة بتحفظ عندي كومنت عليه في حاجة ودي مش كومنت عليه هو كاجوزيجو ميز على على لسه حفظه لللعيبة يعني مثلا هو بدأ بالزناري في مطش الداخلية بكرية انا معترض اعتراض كلي في الحتة دي ماشي هو بيجرب وحقه لان هو لسه مش عارف اللعيبة ماشي ليه عندي اعتراض لان فيه ناس تاني موجودة موجودة وتعرف تعمل حتة دي كويس قوي وتعمل جابها قوية جدا هجوميا لان قريدي انت في مطش الداخلية بتدفع بس فرقة الداخلية فقريدي عندك ممكن سيد نماري يشتغل حتة دي عندك لما نزل عمر جابر هو ممكن بيعمل التوازن برضو عشان يشوف الناس انا بقول وجهة نظر انا الشخصية لو انا جنب جوزيجو ميز كنت هقوله كده بس ممكن تكون قناعات احمد مجدي والناس اللي جنب مستر جوزيجو ميز بالناس دي كده فعشان كده لعب عندي عندي او كومنت بتاعي عايز اقول ايه ان الكومنت بتاعي قصد منه ان مش كل الناس او كومنت